طبعا بعد كده دخلت اللي قدمت في المعهد وطلعت تقريبا الاول عالدفع في الدخول وبعد كده من امتحنك بقى اه لا امتحني في الزمن ده كان الاساتذة الكبار جدا جلال الشرقاوي سعدة اردش محمد توفيق نبيل الالفي عمالقة الفن يعني كانوا هم دول الكمال ياسين القدامة اللي هم رغت كرم طاوع فدول امتحنوني ودخلت وكانت دفعة قوية جدا دفعتي تقريبا دفعتي كلها نجوم مين بقى كان نبيل حلفاوي رطفي لبيب هدي الجهيار نادية فاهمي محمد صبحي طبعا فكانت دفعة قوية وبعدين تخرجنا وكلنا انطلقنا وكلنا بقينا نجوم وكان زمن جميل بس كنا شحتين كلنا بناخد في الهوز طب دخلت المعهد داخلين بقى فكرت ايه هتعمل ايه هتشتغل ازاي لما دخلت المعهد سنة اولى كان نور الشريف في سنة ربعة عشان تتخيل الوقت يعني وكانت الاكاديمية دي ستاني سنة لها كان قبل كده المعهد في الزمالك بعد كده احنا اول ناس افتتحنا الاكاديمية او تاني ناس اثناء ما كنت في المعهد حياتي طبعا اتغيرت خصوصا ان انا اسكندراني ومولود في اسكندرية واهلي عايشين في اسكندرية وحصل بيني وبين مجموعة الغلابة اللي كانوا في المعهد في الوقت ده يعني على رأسهم احمد زكي وبعدين يوني الشلبي ومحمد صبحي يوني الشلبي كان من زأزيق سوري كان من منصورة واحمد زكي من زأزيق وكلنا غرباء وانا من اسكندرية فكنا عايشين على عامة انور اللي هو البوفي عامة انور كان بيصرف علينا يعني وكنا بنشتغل كنبارس في اي حاجة ويوم القبض تلاقي عامة انور ده ظهر بقدرة قادر عايز فلوسه ازاي عارف واحنا مداريين وعملين مكتمين مفيش فايدة كنت يعيشين مع بعض ببيت واحد ولا اي لا انا عشت مع محمد صبحي ببيت واحد وده برضو يعني ذكريات جميلة جدا كنا غلابة جدا تمان صبحي شايفني دلوقتي ومش عاجبه اللي انا بقوله بس دي حقيقة لا لا ده هو بقول اكتر من كده بجد؟ لا 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 اوكي فكنا عشين في بيت واحدنا وهو وكت الدنيا بردي جدا وكانش عندنا بطانية نتغطى بيها بس كان عندنا مرتبتين فكنا بنمع المرتبة ونتغطى بالمرتبة التانية وصبحي كان دقوب جدا ودايما قاعد يزاكر وبيوضب وايامها كان بيوضب هاملت اللي بعد كده عملناها على وجهة المعهد فكان بيولع وبور الجاز ويحطه تحت الترابيزة ويقعد يزاكر طول الليل وانا انا مع الدفا جنبه دفا بتاع الوبور وبعد كده عشت فترة طويلة مع يونس شالبي وكنا انا وهو يونس كان بيشتغل في مستشفى بوريش موظف وانا طبعا ولا حاجة فكان تقريبا يونس بيصرف عليها يعني كنا دائما نروح ناكل كوارع في العهد الجديد وبرحتنا واخدين رحتنا وبنمشي في الشوارع واخد سعادة واخد جمال في الحتة الشعبية لحد فجأة يونس شالبيتشهر وعمل المشاغبين مدرسة المشاغبين فطبعا اول حاجة حصلت له ان ما بقاش يقدر يروح ياكل كوارع في العهد الجديد وانا ما زلت سعيد بان انا غير مشفور وباكل كوارع في العهد الجديد لحد ما انا كمان اتشهرت وعملت فرصة العمر فاتحرمنا احنا الاتنيب من اكل الكوارع دي اول مرة بقى تمثل فرصة العمر لا عملت صهرة مع مخرجة قديمة معرفش اذا كانت موجودة لا لا الله ما سيها بالخير يعني لو كانت موجودة اسمها شوي كار زكريا اشتركوا في القناة